في محطة جلوسك هدء ريح يعصف بناظريك ليوجهك جنوب كفر عبوش قضاء طول كرم في باطن خربة بيت جفة يختبئ كهف أطلق عليه مذو زمن بعيد مغارة الشفاء ترشح منها قطرة ماء تتوحد مشكلة نبع مياه يعتقد أن كل مريض يشرب منه سيشفى حتما من علته المغارة هي عمارة عن تجويفات وشعب عملت فيها المي إذا شرتي عملت فيها تكلسات وعملت فيها أشبه بمبالغ ومقول مغارة جيتها بس على أقل طبعا بكثير من مغارة جيتها كان المريض إذا يشرب من ميتها في منطقة في جوة أسفل المغارة يشربوا منها ويتشافوا عند تسلل خطواتك إلى الداخل ترتسم على وجهك علامات استغراب من ضيق المكان وإهماله بعدما كان للعب واللهوي للأطفال والكبار يرتشفون ماءه العذب أصيب بمرض النسيان من المجتمع المحلي قبل المؤسسات المسؤولة عاد عن خشية دخوله لطبيعاته الصعبة هذه المغارة طبعا للأسف الشديد يعني الآثار والسياحة طبعا نشدناهم عدة مرات بالتوجهة للمغارة مثلا والاهتمام هذا المغارة يعني فيها مناظر من الداخل حلوة جدا ويكعب في داخل المغارة بركة مياه وهذه المياه طبعا مياه عذبي يعني كما يقول الجيل الكديم هي تشفي من الأمراض وأمل من الجميع ومن السياحة والأثار الحضور لهذه المنطقة والاهتمام بهذه المغارة والنظر يعني عن كتب والجهد يعني بتصليح هذه المغارة بالخارج ووجود سلام لهذه المغارة ودعوات للأهالي والسياحة والوجود في المنطقة هذه هذه المغارة نادرة الوجود على ما يبدو ستبقى وحيدة تنتظر إيقادها من سباتها العميق لتبعث من جديد وتصبح مزارا سياحيا يباهى به فلسطينيا منذ مئات السنين بقيت مغارة الشفا في قرية كفر عبوش تستجمع قواها مشكلة في مكنوناتها جوانب ضيقة لها صبغة مبهرة رسمت أثرا عميقا في نفسه مرتديها بالاستشفاء من مائها العذب لتلفزيون الفجر الجديد تسنيم قشوع